احراق مسجد وتهديدات بالانتقام على جدرانه أفاق سكان جبعا لتخوم رمالله على كابوس آخر الهجوم يتزامن مع الذكرى الحادية والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي بالخليل والتي راح ضحيتها 29 مصليا تقول السلطة الفلسطينية أن الهجوم يساهم في تكريس مفهوم الحرب الدينية ويعكس ارتفاع درجة التطرف العنيف في المجتمع الإسرائيلي الهجوم يدخل في خانة ما يسميه المستوطنون الإسرائيليون بسياسة دفع الثمن التي تقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية تكتسي رمزية بالغة كدور العبادة والمقابر والمزارع يفلت الفاعلون من العقاب بل وتقمع الردود الفلسطينية بما فيها الردود السلمية التي لا تتجاوز في بعض الأحيان شكل الوقفات الاستنكارية والفلسطينيون بمفردهم إذن في المقابل آلة عسكرية تدعمها جماعة يهودية متشددة هذا في الداخل أما في الخارج فآلة دعائية ضخمة تعمل على أكثر من مستوى في الإعلام والقضاء وفي السياسة والثقافة وفي الدبلوماسية والاقتصاد والمحصلة تغذية إحساس أن الإسرائيلي عادة ما يجد نفسه في موقف المدافع بينما في الضفة الأخرى هجوم كاسح من جماعة متطرفة ورغم ذلك تصل أصوات الفلسطينيين إلى العالم بطرق أخرى وإن كان الثمن باهضا في معظم الحالات